الوراثة يوجد داخل أجسامنا ملايين الملايين من الخلايا والتي تحتوي نواة كل منها على مجموعة من الكروموسومات التي تحمل الحمض النووي المتحكم في الصفات الوراثية يمتلك الإنسان 46 كروموسوما في كل خلية مرتبة في 23 زوجا حيث تكون مجموعة واحدة من 23 كروموسوما موروثة من الأم ومجموعة أخرى من 23 كروموسوما موروثة من الأب يتكون الكروموسوم من عدد كبير من الجينات كل جين مسؤول عن إظهار صفة ما مثل تسع العينين، نوع البشرة، لون الشعر، شكل الأنف وغيرها حيث إننا لو تخيلنا مثلا آلة لصنع الشعر فإن الجين يمثل المخطط التنفيذي لبناء بروتين يظهر لون الشعر الأحمر تتكون المادة الوراثية من الحمض النووي منقوص الأكسوجين يتكون الحمض النووي DNA من شريطين متقابلين طويلين من جزيئات سكر ريبوزي منقوص الأكسوجين يرتبطان معا بواسطة أربع مواد كيميائية مختلفة هي أدنين، وفايمين، وأسيتوزين، واجوانين ويرمز لها عادة بالأحرف المختصرة ATCG وكما هو واضح، فإن الجينات هي الوسيلة التي تنتقل عبرها الصفات الوراثية من الآباء إلى أبنائهم ولكن كيف نختلف عن بعضنا البعض مع وجود هذا التركيب للحمض النووي في أجسامنا جميعا؟ وكيف تتم وراثة الصفات بين الأجهال؟ وما هي احتمالة هيمنة صفات ما دون غيرها؟ بداية، هناك نوعان من الجينات جينات قوية R-Capital وهي حاملة الصفات السائدة والتي يكفي وجود جين واحد منها لظهورها في الشخص وجينات ضعيفة R-Small وهي حاملة الصفات المتنحية والتي يلزم لظهورها جينان عند تزاوج أم وأب كل منهما هاجين في إحدى الصفات الوراثية أي R-Capital R-Small يصبح لدينا أربعة احتمالات للابن وهي الاحتمال الأول أن يحمل الصفة المتنحية من الوالدين R-Small R-Small الاحتمال الثاني والثالث أن يحمل صفة متنحية وصفة سائدة أي هاجين R-Capital R-Small الاحتمال الرابع أن يحمل الصفة السائدة من الوالدين R-Capital R-Capital وبالتالي تكون النسب المحتملة هي 25% للصفة المتنحية و50% هاجين و25% للصفة السائدة وبطبيعة الحال تتغير هذه النسب على حسب جينات الوالدين فلو أن لأحد الأبوين جينين سائدين وللآخر جينين متنحيين فبنسبة 100% سيحمل لبن جين الصفة السائدة أما إذا كان أحد الأبوين يحمل جينين سائدين والآخر هاجينا من جين سائد وآخر متنح فتكون نسبة مقسمة للتساوي بين الجينين السائدين والجينين الهجين ترجمة نانسي قنقر